السلام عليكم خاطئين إن شاء الله تكونوا ملاحظة اليوم نحاول نجاوب على تساؤلات بعض المتابعين كي كنا تكلمنا في الفيديو سابق هذا اللي رويباً أمامكم على استغلال الحديد في غارج بيلات أيا كي يقول لك لماذا نحن في الجزائر منذ سنوات نسمع باللي عن ناطارة والطبيعية خاصة في الجنوب ولكن ما يتمشي الاستغلال انتهى وهذا شي حقيقة عندنا الذهاب بكمية يعني لا بس بها كان اليورانيوم كان يقول لك حتى في بعض المناطق كان ألماز كان بزاف معادن لنادرة وكان لغالية في الأسواق العالمية ولكن احنا في الجزائر ما نستغلوها من وجهة النظر انتهية كان سببين كان سبب معلن وكان سبب غير معلن نبدأ بالسبب المعلن هو انه السلطات الجزائرية وللحكومات المتعاقبة في الجزائر يعني ما 62 ورواح عارفين باللي عنها ثروات ولكن كان بزاف ثروات طبيعية مع النشط التكنولوجيا لازمة يعني ما كاش شركات جزائرية اللي تقدر وحدها تستغل هذه كثروات ما كاش شركات جزائرية اللي تقدر تخرج لك اليورانيوم وانتال اللي تستغله ونحن نعرف باللي خاصة البعض مثلا المعادن اللي غالية او اللو يتحكموا فيها لوبيات ويتحكموا فيها واحد الشركات نوعا ما عندها شروط مجحيفة إذا جاء يستغلك اليورانيوم في بلادك اعرف باللي انت تقدر تستفاد ب30 بالمئة ولا 40 بالمئة ولا 21 بالمئة ولكن الفوائد والفوائض المالية الحقيقية تدها هذه الشركات وما له هذا كان من اكبر العوائق يشوفوا باللي الحكومات المتعقبة وهي وجهة نظر نوعا ما فيها نوع من الصحة وفيها نوع من الخطأ يقول لك أنا مدام ما زال اولا ما عنديش تكنولوجيا اللازمة لاستخراج هذا الثروات بطاقات جزائرية وانا نستفاد مئة بالمئة من هذا الثروات ما عندهاش يعني حتى حاجة أخليها الحاجة الثانية والتي هي أيضا مهمة احنا ما عندناش صناعات متطورة والفائدة الكبيرة تحدث ثروات هذه مشي انه تخرجها وتبحها خامة مهنا ما يرحش تكون هنا استفادة كبيرة الاستفادة الحقيقية هي اذا كنت انت بلد صناعي يلزم تخرج هذه الثروات وتستغلها في بلادك وتديرها كصناعة مثلا تدير مفائلات نووية ولا تكون عندك مصانع تكون عندك تكنولوجيا نحن نتبحها بمبالغ ذخمة ولكن اذا كنت انتها خامة اعرف بالطرف واحد اخر الذي سيستغل هذه الثروات هذه هي وجهة النظر الاولى كان ايضا فكرة واحد اخرى واللي هي كان بزاف يعني سياسيين ولا في حكومات ولا رؤاساء يعني تلك الجزائر في فترة متعاقبة قللك الثروات الطبيعية هي ما هيش تعلجي الحالي هي تعلجي الجيال الجاية كامل نسالو فيها المواطن الجزائري اللي رح يزيد فيه الفين وخمسين يسالف هذه الثروات وعليها علاش احنا رح ندلو كامل الثروات الطبيعية اللي ما رح تتجدد البيترول اللي رح ندلو فيه ورح نصرفه فيه وهي يعني طاقة غير متجديدة على الاقل اذا مثلا تم نافذ تعالبيترول ولا خلقت تكنولوجيا جديدة ولا تكنولوجيا حاديثة يعني هذا اللي نعرفه بالليدرو كرامي يقول لك يجب نحتمده على تكنولوجيا صديقة للبيئة ثم تقدر تروح الفائدة ولا تروح مثلا هذه الثروة الطبيعية على البيترول على الاقل الأجيال القادمة نخلو لها شوية مصرات يعني هذه ايضا وجهة نظر وأنا نشوفها باللي نوعا ما فيها نوع من الصحة صحة هذه بالنسبة للأسباب المعلانة كين سبب واحد اخر خافي يعني ما يتكلموش عليه حقيقة ولي هو كان بعض الرؤاسة وبعض يعني الحكومات في الجزائر المتعاقبة يشوفوا باللي ما دام في الجزائر كين نوع من سوء التسيير وما قدرناش نستغلوا بطريقة جيدة الاموال الضخمة اللي جتنا عن طريق البترول احنا في الجزائر جتنا مليارات دولارات في هذه السنوات الاخيرة ما قدرناش نبنو اقتصاد حقيقي اقتصاد بعيد على ثراوات الطابعية وما لوش يقول لك يقول لك أنا علاش نزيد الروح نخسر ثراوات واحد اخرى نجيب الذهاب ونجيب اليورانيوم ونجيب الألماس ونجيب بعض المعادن الثامينة ونبيحهم يزيد ويجيبوا لي حقيقة الأموال واحد اخرى الضخمة ما ولكن ما نقدرش نستغلهم لربما المستوى المعيشية للناس يزيدوا ولكن نبقى دائما عندنا تابعية لثراوات الطابعية ورح يزيد الفاساد ورح يزيد سوء التسير ورح يزيد التبذير وما لهذا الناس وش يشوفوا وهي وجهات ناظر يعني مليحة وعجبتني يشوفوا باللي لو كان نقدروا نبنوا اقتصاد حقيقي ونديروا حوكمة ونديروا راشادة ونعرفوا نتصرفوا في هذه الأموال اللي جاتنا عن طريق البترول ونستغلناه عن التابعية للبترول ونبنوا اقتصاد في صناعة حقيقية قالوا له نخدموا سيارات هواتف نتحكموا في التكنولوجيات ولي كان هناك لاحق في الجزائر الفاساد يروح والتبذير يروح يعني هذا المظاهر تلك البيرقراطية كاملة تروح والناس التي تستثمر تدخلها استثمارات للجزائر ثم قالوا لك ما عليش كنت ضمنه باللي راح نستغله ثروات الطابعية اللي عندها خاصية انه غير متجديدة ثم ما عليش راح جيب الذهب ولا راح جيب اليورانيوم ولا جيب الألماس ولا يعني اي ثروة تحب تستغلها وانا نشوف هاكي ما قلناه في البداية على الفيديو وانه هذه وجهة النظر صحيحة علاش لانه انت يا قدرت تجيب أبوال مثلا هذه السنوات الاخيرة تريليون دولار يعني الف مليار في الجزائر ولكن ما زالت عندك تابعية للمحروقات ما قدرناش نبنو اقتصاد حقيقي ما قدرناش نديرو صناعة ما قدرناش نديرو يعني فلاحة كيما يلزم كان بزاف قطاعة ما زالت نفسه وما لا نعطي لك أنا ثلاثة تريليون ولا ربعة ولا خمسة تريليون حقيقة رح تكون كيناه كيما يقول لك إن عكاسة على المواطن لمستوى المعيشين رح يرتفع رح تكون كيناه وظائف رح تكون كيناه صادرة خارج المحروقات ولكن بهذه الطريقة مضمونة باش تدير اقتصاد حقيقي تقدر تسلكك 10 سنين 15 سنة و 20 سنة ومن بعد الأجيال القادمة تقدر تسلقها في نفس الدوامة ونحن نعرف باللي من المفروض التفكير يعني البلاد وكذا لا تكونش نظراتها 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة لا لا يلزم البلدان تفكر لي المدى الطاول على الأقل 40-50-60 سنة وأيضا التفكير يكون باش تبني كما يقول لك الفرد وتبني الصناعة غير تروح تجيب ثروات طبيعية يعني تستهلكها هي حقيقة كين حل واسط يقدر يجي واحد يقول يعطينا حلول لأنه نشوف كين متابعين كلما تتكلم على أي موضوع يقول لك يلزم تعطينا الحلول هي كين واحد الحل الواسط وشباب يقدروا يطبقها في الجزائر ولكن يلزم يلتزموا به واللي هو نحن يلزم نرجع للفكرة تا استغلال البترول في السبعينات وثمانينات كانت كين واحد الفكرة جميلة ورائعة كانت تتباح الحكومات واللي هي مثلا باش تكونوا عارفين في الثمانينات كان الأموال اللي جينا وللعائدة تا البيترول ما تروحش لنفقات التسيير يعني ما تروحش للأوجور للخدامين ولا لا 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 يلزم تروح لنفقات التجهيز هذا ما كان يعني حاجة تدير بها طريق تدير بها مطار تدير بها عمارات تدير بها أي حاجة تدير بها استثمارات ولكن ما تروحش لنفقتها الاستهلاك لماذا؟ لأن الموظف تطيل الأجر يروح يشريه بانان ولا يروح يشريه مقار ولا يروح يشريه طنوبي ولكن تسمى الأجيال القادمة لا يستفد منها حاجة ولكن الميزانية تجهيز تبقى ولدك حتى ويزيد على عشر سنوات والطفل اللي يكون صغير مثلا في عمره خمس سنين ست سنين كيكبر رح يلقى الماطار رح يلقى طريق رح يلقى العمارات هذي يورث على وليده ويلقى أيضا أهم حاجة أنه نافقات التجهيز ولا يسمى نافقات الاستثمار تسمى تحرك الاقتصاد وعليه وليدك وللأجيال القادمة هذه رح تلقى الاقتصاد مهيئ هذه الفكرة أنا نشوف باللي يلزم يعود ويحييها خاصة في مجال استغلال هذه الثروات قادرين يديروا قانون يعني ما كاش اللي يجاوزوا ويلزم الجامع يحترموه حتى وتكون عفوا مثلا حكومات قادمة ولا رؤساء قادمين قال احنا نجبدو الذهب في الجزائر نقدروا نجبدو يورانيوم نقدروا نجبدو ألماص ولا أي مثل معاد نادرة في الجزائر وتكون غالية ولكن قال يلزم الأموال انتحى توجه إلا لميزانيتها الاستثمار نديروا بها غير المشاريع بركة من جهة ما بدنا الاستثمارات الأجنبية حاجة واحدة أخرى هذه حاجة دائمة ستدير طريق سيار كما قلناها ولا تدير مطار ولا والذكية يعني يزيد ولا الأجيال الصغيرة تلقاها ما رحش تروح أيضا حاجة واحدة أخرى أنا نشوف باللي يلزم على السلوطات الجزائرية في الوقت اللي رأنا فيه تكون وتدير شركات اللي تقدر تتحكم في هذه التكنولوجيا علاش احنا في الجزائر مثلا راي عنا جامعات تقريبا في كل ولاية كين جامعة كين شركات كين دول صادقة كين معاهدات تقدر تفورمي ناس تقدر تبعث خبراء جزائريين يرحوا يقرؤوا في الخارج كذيات فورمهم اللي يحتضح الله فيهم يكونوا لك شركات عنا كوادر وأدمغات جزائرية في الخارج تقدر تجلبهم ولكن يلزم تعطي لهم إمكانيات كبيرة يلزم تصرف عليهم يلزم تتهيئ الجزائر وعليه نحن لا نبقى في هذه الفكرة أن المشاكل لا نحاول نحاول نلقاولها حول وعلى المادة الطاولة لماذا؟ لا يجب أن يقول لك على عام أو عامين أو ثلاثة سنين أو خمسة سنين تقدر تدير شركة عالمية وتستغل أي حاجة من المعادن نافذة ولكن كما يقول لك لا تدير نظرة على 15 سنة أو 20 سنة ونرى هذا غالط وحقيقة هذا من أكبر المشاكل للجزائر أنه لا يوجد خطط إلى المدد البعيد كأقصى أحد الذي فكر مليح والذي يرى بعيد على خمسة سنين يقول لك أنه على خمسة سنين سوف ندير المشروع ولكن تفكير على 20 و 30 سنة يعني حقيقة قليل في الجزائر وكاين على ورق يتكلمون عنها ولكن على واقع مثلا باش واحد يدير مشروع ذركة والنتائج تظهر على 20 سنة 30 سنة تقريبا ما كاش اللي يديرها لا يقول لك لأنه في هذه المرحلة ولا في هذه الفترة نكون هنا ما كاش وما لعله شراح نروح نصرف دراهم مكبار ونبذل مجهود وكذا تسمى التفكير هذا حقيقة ما زلنا بهذا عليها نتمنى باش يعني يتم تغيير هذه العقلية ونروح إذا استغلال الثروات الطبيعية على الجزائر ولكن بسواعد جزائرية والثروات هذه كامل تبقى في الجزائر وإن شاء الله تتبدل أحوال في الجزائر سنرى حقيقة كاين بعض الأمور إيجابية كاين بعض الأمور سلبية ما زالت نتمنى يعني تتحسن منه جاي وكل عادة خوتي مع الأخر في التعليقات أعطونا تساؤلات بتاعكم جديدة نحاول نجاوب عليها انتقادات إضافات أي حاجة يعني ولكن باحترام كل عادة مشتركوا في القناة تفعلوا الجرس بشيوصلكم جديد في القناة سلام عليكم اشتركوا في القناة